بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة لرئيس السيسي لمناسبة العام الهجري الجديد وعرب توفيق في البرقية عن أصدق التهاني وخالص التمنيات للرئيس السيسي بدوام التوفيق والصداد كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بهذه المناسبة وبعث وزير الداخلية تهنئة للفريق أول محمد الزكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لشيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب ومفتي الجمهورية محمد مختار جمعة ووزير الأوقاف شوقي علام